طب خلينا نقول هل فعلا كان كهربا هيتعرض لعقوبة ولا لا؟ أيوة فعلا كان هيتعرض لعقوبة ما بين مباراتين وما بين غرامة مالية كان هيتم توقعها على محمول كهربا وكان هيتم الإعلان عن هذا القرار غدا في اجتماع لجنة الانضباط اللي كان مكرر له عقده مع التحقيق مع رئيس نادي الزمالك ولكن بعد استقالة لجنة الانضباط أعتقد الأمور وصلت ل يعني خلاص ما بقاش حد عارف الفترة اللي جاي اللي هيحصل فيها خلاص حتى لجنة الانضباط يمكن اتحاد الكور أصدر بيان لعودة لجنة الانضباط خلاص بشكل رسمي لجنة الانضباط الحالية اللي كانت برئاسة المستشار محمد عبدالصالح مش هترجع تاني مش هتتراجع عن استقالة وده قرار نهائي بالنسبة لها